البعض يرى بأن أهل الجنوب يستحقون خيرات الدنيا كلها ولكن من جيبة من ورطهم بهذه الحرب ليس من جيبة الدولة أو الحكومة التي لم تتخذ هذا القرار لم تسأل أصلاً عن رأيها إذا ما كانت تريد الحرب أو لا مساء الخير لك والضيفي و لكل المشاهدين شكراً لهذه الاستضافة طبعاً هذا الكلام أصبح ممجوجاً في الساحة اللبنانية وهو يعبر عن خيارات سياسية و عن رهانات سياسية لبعض القوى اللبنانية التي للأسف لا تريد أن تتعلم من التاريخ ولا تريد أن يكون هناك انسجاماً وطنياً ووحدة وطنية وكأن هذه الحرب هي مع جارة أو مع صديق وبالتالي حزب الله اتخذ هذا القرار يتناسى هؤلاء أن هذا عدو إسرائيلي لا يأبه لأحد بالأمس استهدف سوريا للمرة المئة على التوالي منذ سبعة أكتوبر هل كانت سوريا جزء من هذه الحرب؟ هل أعلنت الحرب على إسرائيل؟ فلماذا لا يفكر هؤلاء بأن هذا العدو طبيعته الغادر وطبيعته الإجرام وطبيعته القصف؟ وإذا كان هذا الأمر ربما يشكل خياراً سياسياً عند البعض في لبنان بأنهم إلى جانب الشعب الفلسطيني يدافعون عن أرض فلسطين وعن العروبة ويدافعون عن لبنان في آن فبدل أن يكافأ هؤلاء يطعط معهم بعض اللبنانيين وكأنهم يعملون لأجندات خارجية ماذا يعني أجندات خارجية؟ بالله عليك من الذي يعمل لأجندات خارجية؟ الذي يدافع عن أرضه ويقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ويدافع عن أرضه ويدفع كل غالي ورخيص في هذا الإطار أم الذي يعني يطلق السهام السياسية بشكل متواصل وكأنه لا يريد لهذا الوطن أن يتعافى أو أن يلتحم أو أن يكون هناك انسجاماً وطنياً من الذي يعمل للخارج؟ أوليس هذا الخارج الذي يريد من حزب الله في لبنان أن لا يكون جزء من المعركة أو لا يكون جزء من التضامن مع الشعب الفلسطيني لكي يستفرد بالشعب الفلسطيني هذا هو الخارج الذي يعمل له البعض في لبنان وإذا كان البعض في لبنان وأعني هنا القوات اللبنانية في هذا الخطاب المتواصل منذ 8 أكتوبر وإلى الآن لم يكفوا عن توجيه الانتقادات ولم يكفوا عن توجيه الاتهامات لحزب الله بأنه يعمل لأجندات خارجية ما هي الأجندة الخارجية التي يدفع حزب الله من خلالها أكتر من 750 شهيد إلى الآن ما بين شهداء من حزب الله وبقية الأطراف في لبنان وأكثر من 12 ألف وحدة سكنية مدمرة بالخالص هل هذه أجندة خارجية أم أنها أجندة وطنية لحماية لبنان أولا يتساءل هؤلاء يعني إذا ما كانوا في الزمن الماضي عندما أخذوا لبنان إلى رهانات سياسية مع الإسرائيلي وكانوا جزءا من الحرب مع الإسرائيلي ضد أخيهم اللبناني هل سألوا الدولة اللبنانية إذا كان لديها قرار؟ هل كانت الدولة اللبنانية جزء من القرار؟ أخذ تعليقا من سيد جوز ويقتلوا الشعب اللبناني